رح نبلش بالموضوع الأهم اللي هلأ شو جاي يعمل جان إيف لودريون شو جاي يبلغ أو جاي بس يستطلع على الرغم من أنه جاي بمحصول مهم معه من اجتماعات إقليمية عم بتصير بالبلد بداية تحية لأليك ولك المشاهدي قناة الجديد لما كان البطريارك الماروني بالأليزي سمع كلام واضح وصريح من الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون وهو بأن على المسيحيين في لبنان أن يقرأوا المتغيرات التي حصلت في المنطقة فأعتقد بأن زيارة لودريون منة بعيدة عن هذا الجو أكيد فرنسا تابعت بأدق التفاصيل جلسة 14 حزيران الجلسة 12 وشافت كيف بنيت هذه الأصوات التي حصل عليها المرشح جهاد أزعور والتي حصل عليها المرشح رئيس تيار المرادة سليمان فرنجية يعني صار يمكن هلأ كتير بيقولوا لك أنه الرقم ثابت والرقم غير متحرك أو الرقم موجهة نظر بهذه الجلسة كان الرقم موجهة نظر تحديدا لأن اللي كان معه 67 صوت قبل الجلسة طلع معه 59 واللي معه 44 صوت طلع معه 51 بس شو السبب ما يؤكد يعني هيدا التغير بالأرقام وبحسب البوانتاجات اللي كانوا عاملينا فريق المعارضة شو السبب يعني هو عدم اقتناع يعني أول شغلة اللي تضح تماما من موضوع الأرقام بأنه المرشح سليمان فرنجية يمتلك 51 صوتا هم ملتزمون بشكل ثابت وجيد ومتماسك وجهاد أزعور يمتلك 59 صوتا قابلين للتراجع مثل ما تراجع من 66 أو 67 مثل ما كان عم يشاع قبل بيوم حتى في ناس شطحة 73 نعم مثل ما تراجع فبالتالي نحن اليوم أمام يعني جهاد أزعور هو مرشح حاجة لقطع الطريق على سليمان فرنجية بينما سليمان فرنجية هو مرشح قيار يعني اليوم ما فيه ما عم يناوروا الثنائي الشيعي والحلفاء والفريق الداعم لسليمان فرنجية مش عم يناوروا فيه هن عم يشتغلوا حتى يجيبوا سليمان فرنجية رئيس جمهورية لأنهم مؤمنين بالخط يلي بيمشي فيه متبنيين طروحاته وطبعا البرنامج يلي ما فيه يمكن ما فيه برنامج واضح للمرشحين غير يلي بيحكوه بالمقابلات التلفزيونية بينما بالفريق الداعم لأزعور كان هن سموه تقاطع وهذا التقاطع هو بدعة لتسوية الخلافات الموجودة بين هذا الفريق واللي شاهدنا لأنه بيطلع النائب جبران باسيل بيقول لأول مرة نحن نتبنى مرشح لا علاقة لنا به ولأول مرة نحن نتبنى ندعم مرشح لا ليس لنا علاقة بخياراته ولا نتبنى طروحاته وليس لنا علاقة ببرنامجه بيطلع النائب ميشيل معوض بيقول المعارضة لا تتبنى جهاد أزعور بيطلع اللقاء الديمقراطي بيقول جهاد أزعور لمرة واحدة فقط لجلسة الأربعاء الأسوأ من هيك بيطلع النواب التغييريين بيقولوا أنه لا بيشبهنا ولا منسلتنا ولا لنا علاقة فيه طيب من وين جاي جهاد أزعور مع كل الاحترام لألو بس من وين جاي كيف بدكم تطرحوا رئيس على اللبنانيين يدل لست سنين بهذاك ظرف وهو مقطوع من شجرة سياسية رح نرجع نبحث بترشيح أو مدى استمرارية ترشيح جهاد أزعور ولكن قبل ما أنقل لجهاد أزعور البعض يقول بأنه حتى فيه من ضمن الواحدة وخمسين اللي صوتوا لسليمان فرنجية مع حفظ الألقاب فيه نواب مستحيين يقولوا أنه أنا صوتت لسليمان فرنجية وبالتالي كل الكلام عن كتلة صلبة ممكن أنه بالجلسة الجاي تتغير هذه الكتلة الصلبة بتناقص ولا تزايد لأن فيه ناس مش قادرة تطلع تقول أنا مع سليمان فرنجية يلي صوت لسليمان فرنجية بالجلسة رقم 12 كوني على ثقة بأنه سيصوت في كل الجلسات يعني اللي خاطر بتياره واللي خاطر بعد كل التهديدات وكل الوعيد اللي صار والمحاسبة وما إلى ذلك اللي خاطر وعطى أو عطى سليمان فرنجية عطى عن اقتناع لأن ممكن كان يحط ورقة بيضة ممكن كان يعني في أكتر يعني مثلا الظرف يلي طلع فاضي واللي ما كان في ورقة يعني يبدو أنه في أحد النواب يكاتب اسم جهاد أزعور لي أرجي لحدا ما حطوا بالظرف يعني جهاد العرب قد يكون جهاد أزعور كتب جهاد ليشوفوا حدا معين ورجع حط جهاد العرب فلأ فيه اقتناع وللأسف أستاذ مرسان كمان وصلنا لمرحلة أنه النائب مش قادر أنه يعمل أناعته بهيك استحقاء أساسي هيدا قانون الانتخاب وفيه مراقبة عليه يعني فيه نواب كتير أنا ما قدرت أني اتحرك أو أعمل أناعتي إذا بتلاحظي كيف نائب جبران باسيل قاعد بالنص بين إبراهيم كنعان وألان عون كيف حاطت النواب والنواب وراء كمان يعني كل اللي عليهم شبهات بالتيار الوطني الحر كان موجود معهم وحدهم وكانوا مكلفين أعتقد بالمراقبة فاللي قدر حط سواء كان من الطيار الوطني الحر أو غير الطيار الوطني الحر يلي قدر حط سليمان الفرنجي فهو حطه عن اقتناع كامل فنحن أمام 51 صوت مرشحين للإزدياد لأنه بعتقد في احتياط استراتيجي لسليمان الفرنجي من الأصوات ما زال مخبأ ويمكن بلحظة إقليمية ودولية معينة أو بلحظة توافق معينة أو بلحظة تبدل بالمواقف بين الكتل يعني النائب وليد جملاط قال بأن أزعور هو مرشح لمرة واحدة أعتقد بأنه إذا صار في جلسة قريبة حيدل جهاد أزعور هو المرشح ولكن اليوم بدنا نشوف مين رح يدعمه يعني إذا في حال استمر الوزير جهاد أزعور بالجلسة المقبلة اللي ممكن تكون بعد عيد الأطحى طيب بمبارح سمعنا الوزير جبران باسيل قال لا أنا ولا هو ولا أي حدا عائل بيكملوا بمواجهة نتيجته فشل شو يعني ما سحب حاله من دعم الوزير جهاد أزعور هذا الكلام بدنا نحيله للوزير جهاد أزعور لأنه أنا برأيي تعرض لكم هائل من الإساءات قبل الجلسة واليوم بارح بعد الجلسة بكلام النائب جبران باسيل هو اللي لازم بقى ياخد هيدا الخيار يعني نحن شفنا شو صار بميشيل معوض ميشيل معوض النائب ميشيل معوض كانت القوات اللبنانية عم تقول هو مرشحنا الأساسي وليس لدينا مرشح آخر وكانت بكل جلسة نائب ستريدا جعجع لويح بالأسماع كانت كل جلسة نائب ستريدا جعجع تطلع وتقول بأنه المرشح الطبيعي هو سمير جعجع ولما جبران باسيل حكي عن القوي في طاقفته وصاحب الحيثية الشعبية قالت له أنه رح انتخب سمير جعجع ما قالت له رح انتخب ميشيل معوض وبنفس الوقت منشوف أنه كيف هيدا التناقل كيف المطالبة المسيحية بالقوي بطاقفته والذي لديه حيثية شعبية واخر الكلام نجي من جيب جهاد أزعور يلي ما عنده ما عنده شيء بس عنده كتل نيابية مثل ما هني نفس الشيء وسليمان فرنجية عنده كتل نيابية وقد يكون سليمان فرنجية عنده كتل متنوعة أكتر وأصوات يعني فيه 15 صوت مسيحي صوت لسليمان فرنجي وبيعتقد من كل المزاهب المسيحية الممثلة بمجلس النواب طيب على الخمسة عشر مسيحي ما عندهم ما عندهم حضور ولا بدنا نتعامل مع المسيحيين اليوم على قاعدة نائب درجة أولى ونائب درجة تاني من السنة أخذ سليمان فرنجية بحدود 11 أو 12 صوت سني من الشيعة أخذهم كلهم من الدروز يمكن ما بعرف إذا كان فيه تسرب صوت يمكن إذا كان فيه تسرب صوت بيكون لأنه لقاء ديمقراطي يمكن بارح كان بكلام الوزير جبران باسيل أنه من ضمن الشبوهات هو اللقاء ديمقراطي هو عم يبعد الشبوهات عن نفسه يعني ما اليوم كمان النائب جبران باسيل مثل اللي عم يأوص حاله بيأجره يعني لما بده يحاسب أول شغلة تكتل لبنان القوي حيتصدع تاني شي التيار الوطني الحر لحينقصم التيار الوطني الحر اليوم أنت مش عم تشيلي منه إذا كان بده يحاسب ما عم تشيلي منه نواب طريقين أنت عم تشيلي أركان أعمدة من التيار الوطني الحر بس مبارح قال أنه هو بهمه القاعدة الشعبية ما بهمه لا القاعدة الشعبية يعني أنه إبراهيم كنعان ولا ألان عون ولا إلياس بو صعب أنه ما عندهم قواعد شعبية هدول يعني ليش عم نحاول نظهر نواب التكتل أو التيار الوطني الحر بأنه هن كمان مقطوعين من شجرة وبالتالي أنه هن اللي بياخدوا بس أصوات التيار ما كل واحد عنده حضوره وعنده شعبيته وعنده قواعده وعنده خدماته فلايش عم يتصوروا هاك يعني هذا ظلم لا النواب يلي عم ينحكي عنهم وهذا كمان يعني بده شوي التواضع النائب جبران باسيل بيتعاطي كمان مع النواب مش عم تتعاطى مع تلميز بمدرسة بيطلع حدا من النواب بيقول سنعاقب ما بتتعاطى هذا الكلام ما بينحكى مع نواب بالمجلس نواب الأمة وممثلين لشرائح بيقلك هيدا القانون الداخلي للتيار الوطني هيدا القانون الداخلي للتيار الوطني الحار بس كمان ما فيك تطلب من شخص كاتب الإبراء المستحيل وكاتب عشرين صفحة عن جهاد أزعور يجي ينتخبوا ما فيك كمان انت اليوم تاخد التيار كلا ياتوا لمصالحات الشخصية وتجي تقول بتكون تتحملوا تبعات مصالح رئيس التيار هذا التيار تيار وطني عبر للطواقف غير طائفي هن بيقولوا عنه هيك فبالتالي ما فينا اليوم نجي ناخد تيار طويل عريض بس لخدمة مصالح رئيس التيار هذا الأمر بعتقد من حق النواب انهم ينطفضوا ومن حق النواب كمان انه يكون عندهم مرشح اليوم لما بدي اجي انا رشح جهاد أزعور وبالتيار الوطني الحر عندي اكتر من مرشح طبيعي وجدي يمكن ويمكن احرش فيه الفريق الآخر وبجي بقولهم بيعتبر القصة مزح كمان هايدي اساءة للنواب يعني ما بيصير اليوم بدك تحاسب بدك تكون متوازن داخل تيارك وبدك تحط مصلحة تيارك فوق كل اعتبار ولكن اليوم انه والله لانه انت ما بدك سلمان فرنجيه بسبب كيد شخصي او بسبب حقد شخصي او يمكن لحسد ما في شيء اليوم صر له جبران باسيل بهيدا الخط وينظر لهذا الخط سبط عشر سنة طيب شو عدمه بدى اليوم